بسم الله الرحمن الرحيم فيه حاجة اسمها كوبي دي هي عبارة عن ملفات بتصدم في إدارة المنشأة يعني بعد ما مسلم المبنى كله للجهة اللي هي تتولى تشغيله وليقوا مثلا في فندق وهو يحتاج ملفات اسمها كوبي بحيس ان هو يعرف كل حاجة مجدد في المشروع فين ولو فائق المشكلة هي يقدر يحلها ولو حد كلها اصبح الموضوع ده يجباري في بريطانيا ان انت بتقدم ملفات الكوبي زمان كنا بنبلع الملفات دي سواء مانوال او بنبلعها على الكسل ناخد وقت كتير او عشان نعملها دلوقتي بقت فيه اداة بتاخد المعلومات من الريفت طبعا بيحتاج ان اكون مزبط المعلومات بتاعتي اكون ان انا عملت برامطر على العناصر object يعني مثلا حيث اكون مدخل لها العناصر خاصة بالكوبي بس بتوفر وقت جبار جدا من اللي سيكون ان نعملوه بالطرير الاواني الاداة هيت في الادنس هلاقي كوبي تمام سيتوب تبدأ تدخل المعلومات الشخصية بتاعتك زي الاميل واسم الشركة والفون والفرست نيم واللست نيم دي بارتمنت تبدأ تدخل معلومات دي كلها بعد ما تكتبها تعملها export بحيث تدار تعملها import في اي مشروع تاني سيتنج بتاعتك سيتنج بتاعتك الريفت المنت اي دي وانا شغل بالجلوبة اليونيك دلوقتي لو انت عندك في الامني كلاس او الكنوت او الاسمبلي كود انا اللي اولوية تمام لو هم التلتة موجودين هياخد المعلومات من انا واحدة فيهم احنا اغلب شغلنا ببقى الكنوت تمام فانت بتبدأ شوف انا واحدة فيهم من اللي انت كاتب المعلومات فيها سليمة ومركز عليها اليونيت تتشغل بقى اني واحدة هتاخد المعلومات من الريفت على طول ولا عايز مثلا تقول لا حوال هل الانش او فيه الاريا هتخليها برضو زي الريفت ولا هتبقى سكوير فيت و سكوير ميلس او سكوير ميتر الفوليوم الاسماء هتاخد مثلا الكوب سبيس هتاخد بالنمبر ولا نيم ولا نمبر و نيم اللي سبيس في الزون الكوب سيستم انت بتدري تشوف الاعدادات اللي انت عايزها يعني مثلا الريفت دور هتاخد المارك ولا الاليمنت اي دي ولا المارك اليمنت اي دي اللي سبيس تبدو اشوف انت هتشغل بالروم ولا باللسبيس لكل ما نصر ما اصد دي يعني اير ترمينال هتبقى الروم ولا الاسبيس الاتريبيوت تبدأ مثلا تقول احنا عايزين ناخد ممكن تقوله سيلك تقول او تقول مثلا انا عايز الوال والروم الكورديس الاسكادولات تبدو تشوف ايه المعلومات اللي انت عايزها تمام وبعد كده هتقوله مودي فايل لو انت عايز تعدل وفي الاخر هتقوله اكسبورت هيبدأ يصدر لك المعلومات اللي انت اخترتها على ملف اكسل وتقدر تسفاد منه بعد كده وتبدأ تديه للراجل اللي هتشغل او هتشغل لك المشروع ده او هتشغل لك المشروع ده طبعا معلومات نفاضي اللي احنا مكنناش كتمنها في ملف اللي احنا فتحناها على اساس اخترنا الملف اللي هو جاي معرفة ما فتحناش مشروع من اللي هتشغلنا عليه حقيقي بس ايه ده الفكرة وده البرنامج ده يسهل لك كتير جدا من الوقت ومن الشغل لو انت زبطته بدأت تكتب البراندر صح في المشروع التالي